تتواصل فعالية معرض القهر الدولي للكتاب في دورته الثالثة والخمسين والذي حقق كثافة جماهيرية ضخمة يقام تحت رعاية الرئيس عبد الفتح سيسي بمركز مصر للمؤتمرات والمعارض الدولية بالتجامع الخامس وللمزيد ينضم إلينا مرسل التلفزيون المصري كريم فيبرز من معرض القهر الدولي للكتاب تحتي لك كريم وصف لنا الأجواء لديك الآن ومدى الإقبال الجمهوري اليوم على معرض القهر الدولي للكتاب في دورته الثالثة والخمسين نعم تحياتي لك تحياتي لجميع مشاهدي القناة الأولى التلفزيون المصري بالفعل الإقبال كبير جدا في إزدياد ملحوظ جدا عن الأسبوع الأول في معرض الكتاب في نسكته الثالثة والخمسين ربما اليوم هو الأكثر إقبالا الأمس فقط كان هناك الإقبال ووصل لما يقرب من ثلاثمائة ألف زائر فقط أمس لمعرض الكتاب في نسكته الثالثة والخمسين واليوم ربما يعني حسب ما رصدت ستكون الأعداد تقريبا متماثلة أو ربما في إزدياد أكثر من أمس ربما هذا يرجع بالطبع لانتهاء الامتحانات وإجازة نصف العام للمدارس وأيضا للجامعات هذه نقطة أما النقطة الثانية على مدار الأيام حضرنا الندوات التفقيفية المختلفة هنا في معرض الكتاب ولكن اليوم هي ندوة خاصة وفريدة من نوعها وهي ندوة عن كتاب الراحل الكاتب الكبير الأستاذ ياسر رزق بعد أن وفته ألمانية في أول أيام معرض الكتاب أو قبل معرض الكتاب وسيختكان هناك ندوة بالطبع الآن تناقش هذا الكتاب وهو رحلة الخماسين وهذا الكتاب الذي يناقش الفعاليات أو ما رصدته أعين الأستاذ ياسر رزق لي ما حدث في مصر منذ ثورة 25 يناير وأطلق عليها غضب يناير حتى 36 وحتى ثورة 36 نقش من خلال هذا الكتاب وهو الجزء الأول حسب تعميره قبل أن يتوفاه الله وكان بالطبع هناك جزء ثاني وثالث ولكن بالطبع لم يستطع الأستاذ ياسر رزق أن يكمل هذه المسيرة ولكن هنا في هذه الندوة نقش فيها الأستاذ سامي عبد العزيز أستاذ الإعلام بجامعة القاهرة سابقا وأيضا الأستاذ عماد حسين وهو بالطبع الرئيس تحرير إحدى الجرائد الخاصة لناقش هذا الكتاب وبنود هذا الكتاب وما ورد داخل هذا الكتاب وحضور كثيف ربما من أكثر الندوات حضورا في حقيقة الأمر في معرض الكتاب ولكن أيضا على الجانب الآخر هناك ندوات خاصة بالإعلام وتأثيره على المجتمع بشكل عام ومناقشة القضايا المختلفة تقوم هذه الندوة في جناح الأزهر هنا في معرض الكتاب وإذا تحدثنا في نهاية الأمر عن الإجراءات الترازية الخاصة خصوصا في الإقبال المتزيد الكبير جدا في معرض الكتاب في الأسبوع الثاني وقبل أيام من أن يغلق معرض الكتاب أبوابه لمحبي القراءة والثقافة هناك بالطبع توجيهات دائمة من مكبرات الصوت لإلتداء الكلمات وفي محاولة توجيهات أيضا للتباعد الاجتماعي خصوصا في ظل هذا الازدحام الكبير ولكن هذا المعرض في هذه النسخة المختلفة يضم الكتب والثقافات من جميع الأعمار من جناح الطفل وحتى كبار الكتاب والشباب شكرا جزيلا مرسلنا كريم بيبرز كنت معنا من داخل مقار إقامة معرض قهر الدولي للكتاب في دورته الثلاثة والخمسينة